اشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا وخلال استقباله رئيس الوزراء الروماني بحضور رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتعزيز التعاون تنائي مع رومانيا في ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة اكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس السيسي ورئيس وزراء رومانيا توافق على اهمية تكتيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية اكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لأعمال الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب والدور المهم للاتحاد في دعم الصحافة والقرئ العربية وخلال استقباله أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب اكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بشأن القضايا العربية من اعلاء للتضامن العربي وترسيخ المؤسسات الوطنية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول مشددا على اهمية العمل العربي الجماعي في التعامل مع الأزمات القائمة ودفع جهود التسوية السلمية لها تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت للمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السابق وذلك في منطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير تنطوي بالقاهرة الجديدة وقدم الرئيس السيسي واجب العزاء لأسرة الفقيد مشيرا إلى أن المهندس شريف اسماعيل يعد أحد رموز الوطنية المضيئة وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن الأمر الذي يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم تتوصل أعمال ورشة العمل السياسية تحت عنوان آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع وذلك بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة تعقد ورشة العمل وسط تطلعات لأن تمثل هذه الفعالية من برا سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة في إطار حوار جاد يفضي إلى توافق سوداني سوداني يلبط محافي جماهير الشعب السوداني تشهد بريطانيا اليوم أكبر إضراب للعملين في مجال الصحة على الإطلاق بمشاركة عشرات الآلاف من العملين في التمريض والإسعاف فوسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور وأشارك العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة منذ أواخر العام الماضي إلا أن إضراب اليوم الذي يشارك فيه العاملون من المجالين ومعظمهم في إنجلترا سيمثل أكبر إضراب في تاريخ الخدمة الصحية الوطنية أعلنت مصادر دفاعية في بريطانيا أن وزارة الخزانة أشارت إلى عدم وجود أموال للشؤون الدفاعية على الرغم من إدراك الحاجة الملحة لإعادة التسلح في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا ورجحت المصادر أنه لن يكون بوسع بريطانيا تقديم عدد كبير من الجنود مثلما يتوقع عضاء حلف شمال الأطلنطي لقوة رئيسة جديدة يقوم الحلف بتشكيلها لتعزيز دفاعاته أعلنت موسكو أن كييف تستعد لقصف مباني في كراماتورسك في شمال دونسك لاتهام روسيا بجرائم حرب من جانب آخر أعلنت وزارة دفاع روسية مقتل نحو أربع مائة جندي أوكراني وتدمير معدات عسكرية في عمليات بمناطق متفرقة خلال أربع وعشرين ساعة وأفدت الدفاع روسية بأن نيران المدفعية ألحقت أضرارا بوحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في لوهانسك ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الQR كود الظاهر على شاشة شكرا للمتابعة كنتم معكم نيران حسن كنوا دوما بصحة وخير اشتركوا في القناة